الاجتماعي تواجه أرمال رفقة ابنائها الخمسة القاطنة بمشتة المقارشة بعين حجر ولا تصطيفة تواجه مصيرا مجهولا بعد تجريدها من مكريتها التي استحوذ عليها مجهول بحق الشفعة ليبقى الصغار وولدتهم ووالدتهم أقول يطرقون كل الأبواب عسى أن يخرجوا من الوضعية التي هم فيها خاصة وفصل الشتاء على الأبواب المزيد مع فارس شايبغ تتعرض أرمالة معوزة رفقة صغارها الخمسة القاطنة بمشتة المقارشة بلده تعي الحجر ولا تصطيف لمحاولة سلب وتهديم سكنها الذي قد تركه زوجها مع قطعة أرض فلاحية بعقد مشهر بالمحافظة العقارية ليحكم القدر عليه ويفارق الحياة تاركا وراءه من اقتنص الفرصة واستحوذ على ما يملك بقرار من مجلس قضاء صطيف بحجة امتلاكه حق الشفعة مهددا الأيتام بالعراء أيام برودة صطيف التي لا ترحم بنيت شك ذاك بني عنا كاغط عقد حطينا بنينا صدقة الناس ميت راجلي ديروهم لي كيف شونه يجي يهدم لي داري كيف يعني وشكون عطاله في رمضان روحت لي لصطيف حاولته طلبت منه شفعة خليلي داري خليلي وليديتي ونصدرهم ما حبش طول قليمان حبش نقبل كي جاكرني فانسي وجه العقد تطفلوا ودخوا يا ابنة كما صيبني وليم جاهده يحسي يعني يهدمها لا يعوش من حق هذا وراء الحق عيش بصدقة عن الناس مكان حتى ما تقول لا انطريت لا والو والله والو غير تعال الناس الناس اهل خير كينين واحد يجيب للمساك واحد يقضي منها واحد مقضينا ويعاد العيتان يشيروه لهم الناس كل شو من عند الناس لا بخير است الله يباركه شنيه موش واحد ولا زول لا إذا إلى هيا من باكة وثائق قدمت ومراسيم أعراف أهل البادية في الجماعة نصبت ومن عين الانكسار والإذلال أرمالة رفقة صغارها منها شربت فبأي حق تشرد هذه العائلة في فصل تدخل الضوار فيه إلى جحرها قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فجعلها الله تبارك وتعالى حدودا حتى لا يقترب أي مسلم من حق الضعفاء من حق اليتام وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ودعمها بحديثه فقال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة واليتيم أو قاله المسكين كالمجاهد في سبيل الله هذا ما قاله القرآن الكريم والسنة في حق الأيتام مع تأكيد خير الأنام الذي قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وأما عمان استعل وتجبر فسيكفيه الله بجند من عنده يصدون أمثاله وكل من جرد ضعيف بالباطل